من عروي النشر إلى تفاصيلها والبداية من شمالي تكريت أهلا بكم إذ قام محافظ صلاح الدين بزيارة إلى ديوان البوناصر الحجاجي في منطقة المحزم التابعة لقضاء تكريت عكد المحافظ خلال لقائه الشيخ خالد أمين العلي وجمع من الوجهاء والأهالي أن زيارته من ضمن البرنامج الذي وضعه للاطلاع الميداني على الواقع الخدمي في كل مناطق المحافظة من أجل الاستماع إلى الطروحات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون وإنشاد حلول عاجلة لها وفق الصلاحيات وبمشورة من الفريق الهندسي المرافق ووجه المحافظ بإنشاء ملحق إضافي لفك الزخم الحاصل في إحدى المدارس وإدراج مشروع لإنشاء مدارس في المنطقة بمواصفات عالية وتجهيزها بعدد من محولات الطاقة الكهربائية إضافة لاستيناف العمل بمشروع تعبيد الطرق الرئيسية والفرعية فيها وإكمال متطلبات العمل للسدة الترابية المحاذية لحوض النهر من أجل درء خطر الفيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر